عندي وطن وظلت بس أشتاق لها ويا عذا المقدر يوصى الهلاح حرموني منه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله تعالى اليونت الأول lesson 7 page 18 of the pupils book من كتاب الطالب صفحة 18 من كتاب الطالب check my understanding يعني أفحص أو أختبر فهمي read to families again يعني اقرأ العائلتين مرة أخرى and take yes or no وضع يعني علامة صح تحت حق الyes هذه طبعا أسئلة القطع المرئية seem passage الداخلة في الوزاري واللي قريناها القطعتين هي عن two families عائلتين عن هان وفرح number one han is from china han is from china يعني han هو من الصين فيكون yes أي نضع صح تحت حق الyes هو من الصين number two his family are farmers يعني عائلته هو فلاحين فهو صحيح عائلته فلاحين كما قريناها في القطعة فنضع yes number three the farm grows buffaloes يعني المزرعة تربي الجاموس فهي no هي لا تربي الجاموس فقط فقط وجه الصورة للجاموس ولكن هم لا يرابون الجاموس number four farah is han's cousin farah is han's cousin يعني فرح هي ابنة عم أو ابنة خالهان فهي no لأنه هي فرح هي من دولة وهو من دولة أخرى فرح هي عراقية وهان هو صيني number five farah's mother is a nurse farah's mother is a nurse يعني on farah هي ممرضة فأيضا هي no هي الآن هي housewife ربت بيت ولكن كانت ممرضة فإذا جاء في السؤال farah's mother was a nurse كانت ممرضة فنكتب yes ولكن هنا خالينا is هي is يعني تدلنا على في الوقت الحاضر هي الآن يعني ممرضة فهي ليست ممرضة الآن هي ربت بيت فنضع no number six there are four children in farah's family هناك أربعة أولاد في عائلة فرح فيكون yes لديها فرح ثلاثة أخوات وهي فيتكون أربعة number seven farah's father lives in Dubai يعني والد فرح هو يعيش في دبي فيكون no هو لا يعيش في دبي هو يعيش في العراق number eight a pilot sits in the cockpit of a plane a pilot sits in the cockpit of a plane يعني الطيار يجلس في حجرة الطائرة cockpit معناها حجرة الطائرة فيكون yes use the pronouns in the box to complete the sentences استخدم الضمار في الصندوق لتكمل الجمل remember to use a capital letter after a full stop تذكر بأن تستخدم يعني الحرف الكبير بعد النقطة عادة عندما تكون في وسط الجملة نقطة الحرف أو الكلمة البعد النقطة يكون أول حرف منها كابتالتا شي هنا دينا في الصندوق الأخضر شي هي للبنت يعني المفرد المؤنث it للجماد ويعني المدن والحيوانات وهي للمفرد المذكر they للجماعة we نحن they هم معناها we نحن أيضا للجماد والحيوان هي أيضا كما قلنا للمفرد المذكر number one my father is an engineer my father is an engineer يعني أبي هو مهندس فوضعينا نقطة وبعدها works in an oil refinery يعمل في مصفاء النفط فمن هو الذي يعمل على my father ننظر للفاعل فننظر نحن للفاعل my father my father هو مذكر ومفرد إذن نستخدم للمذكر he فنقول he works in an oil refinery هو يعمل في مصفاء النفط number two I am good at maths أنا جيدة أو جيد في الرياضيات and I want to be an engineer أنا أريد أن أكون مهندس فراغ is a difficult job هنا بعد الفراغ is a difficult job إنها وظيفة صعبة فنتحدث عن شيء جماد عن وظيفة فنقول it فنضع it في الفراغ it's a difficult job number three she has two younger brothers إنها يعني لديها أخوان اثنين صغر أو أصغر منها are twins are twins هم يعني توأم فنتحدث عن أخوان هالثنين وليست عن الشي هم توأم بعد الفراغ نلاحظ are توأم يعني هم توأم فنضع they لأنه اثنين للجمع الاثنين فما فوق نضع they number four I live in Basra أنا أعيش في البصرة is in the south of Iraq إنها في جنوب العراق على من نتحدث نتحدث عن البصرة هي في جنوب العراق فنقول it للجماد أو المدن نضع it it's in the south of Iraq number five my mother is a housewife أمي هي ربت بيت works at home هي تعمل في البيت على أمي هنا فنضع she للمفرد المؤنث number six my sister and I want to be doctors my sister and I يعني أختي وأنا إذن نتحدث على أنفسنا my sister and I want to be doctors أختي وأنا نريد أن نكون أطباء want to work in a hospital نريد أن نعمل في المستشفى من الذي يريد يعمل في المستشفى ليس هم وإنما نحن نريد أن نعمل في المستشفى فنقول we we want to work in a hospital number seven my brother wants to work in a restaurant أخي يريد أن يعمل في مطعم likes cooking من هو الذي يحب الطبخ هو أخي إذن هو عن الأخ هو مذكر مفرد فنقول he he likes cooking والآن لدينا الصفحة الأخرى لليسن 7 page 19 صفحة 17 of the pupils من كتاب الطالب choose and take the correct job يعني اختار وضع يعني صح على الوظيفة الصحيحة كما نلاحظ هنا number one في الصورة هي صورة طبيب فنختار لدينا ثلاثة اختيار doctor معناها طبيب ولدينا fireman يعني رجل الإطفاء ولدينا waiter النادل في المطعم فهنا الصورة هي صورة الطبيب فنضع tick على صورة doctor number two هنا نلاحظ في الصورة هو التكسي سائق التكسي فلدينا truck driver يعني سائق الشاحنة taxi driver سائق التكسي train driver سائق القطار فنضع على taxi driver يعني سائق التكسي number three هنا لدينا هو الخباز أو صاحب الأفران فلدينا cleanor المنظف وبيكور الخباز وبينتور الرسم فنضع على بيكور الخباز number four هنا لدينا صورة القصاب لدينا بوشا معناها القصاب ولدينا فاما الفلاح والنياس الممرضة فنختار بوشا number five هنا لدينا صاحب المحل مساعد يعني في محل لدينا housewife ربة البيت shop assistant يعني مساعد في محل teacher معلم فنختار shop assistant number six هنا لدينا صيدلانية فلدينا pharmacist يعني صيدلانية ونجنير مهندس وبلدا بناء فنختار pharmacist ونمبر seven لدينا هنا رجل الشرطة هنا لدينا رجل الشرطة فوتبول بلاير يعني لاعب كرة القدم لدينا policeman رجل الشرطة والذينا pilot الطيار فنختار policeman هذه في الصورة هو موظف في البنك المصرفي فالذينا banker مسرفي والذينا cook الطبخ والذينا zookeeper هو الذي يعتني بحديقة الحيوان وفنختار banker ونختار banker ونمبر nine officer معناها الضابط و grocer البقال و fisherman الصياد و نختار fisherman كما في الصور وهنا لدينا في الأسفل في الأسفل work with a partner يعني يعمل مع الزميل ask and answer اسأل واجب فالزميل الأول يسئل i think number one is an or a يعني الزميل الأول يعني الزميل الأول يقول أنا أعتقد number one هو مثلا أي مهنة يقول هو حسب اختياره فتقول yes i agree نعم أنا أتفق أو تقول no i think number one is a or an يعني أنه ما يعني أي مهنة يختاروها والآن لدينا شارح unit one lesson seven of the activity book من كتاب النشاط page 16 صفحة 16 activity read about a teacher's job اقرأ حول عمل المعلمة I work in a small primary school أنا أعمل في مدرسة ابتدائية صغيرة the school has classes from grade one to six to grade six المدرسة لديها صفوف من الصف الأول إلى الصف السادس I teach english maths and science to the younger children from age six to nine يعني أنا أعلم I teach معنى أن أعلم انجليزية الانجليزية maths الرياضيات and science والعلوم to the younger children إلى الأولاد الصغار إلى الأولاد الصغار from ages من عمر ستة إلى تسع سنوات children also have lessons الأولاد أيضا لديهم دروس in art في الفنية Arabic يعني العربية لغة العربية RE RE معنى التربية الدينية religion education التربية الدينية and PE PE معنى physical education معنى التربية الرياضية there are about four hundred children in the school هناك حوالي أربعمائة طفل أو ولد في المدرسة school starts at eight o'clock in the morning المدرسة تبدأ في الساعة الثامنة في الصباح and finished at one o'clock وتنتهي في الساعة الواحدة most pupils go home most pupils go home for their lunch يعني أغلب أكثر الطلاب يذهبون إلى البيت للغداء but some children ولكن بعض الأولاد have a long bus ride home يعني لديهم طريق طويل في البص إلى البيت so they bring lunch packs لذلك هم يجدبون صندوق الغداء we have two breaks نحن لدينا راحتين this gives the children time to play in the playground هذا يعطي الأولاد وقت لكي يلعبون في الملعب and to have a snack ولكي يتناولون السناك معناها الوجبات اللفيفة some fruits يعني بعض الفاكهة a drink يعني شراب and a biscuit هو البسكويت I get to school very early أنا أصل إلى المدرسة جدا يعني مبكر at seven o'clock في الساعة السابعة I like to get everything ready أنا يعني أحب أن أحضر كل شيء يعني يكون جاهز before the children arrive يعني قبل أن يصلون الأولاد this week يعني هذا الأسبوع in our English lesson في درسنا اللغة الإنجليزية we are doing a poster project نحن عملنا يعني مشروع ملصق جداري about healthy food and drink حول الطعام والشراب الصحي pupils need big pieces of paper الطلاب يحتاجون قطع كبير of paper من الورق scissors يعني المقص المقص glue الصمغ and crayons والألوان الشمعية after the lesson بعد الدرس we are going to have special healthy snack نحن سوف نتناول يعني الوجبة الوجبة الخفيفة الصحية pupils made snacks at home الأولاد يصنعون يعني الوجبة هذه الخفيفة at home في البيت with their parents مع والديهم and are going to bring them to school ويجلبوهم إلى المدرس والآن لدينا الصفحة الأخرى the lesson 7 page 17 صفحة 17 of the activity book من كتاب النشاط activity B complete the information file about the school يعني أكمل ملف المعلومات حول المدرسة information file يعني ملف المعلومات type of school نوع المدرسة تكون primary school مدرسة ابتدائية size يعني of school حجم المدرسة تكون 400 children يعني 400 طفل school starts at يعني المدرسة تبدأ في الساعة الثامنة 8 o'clock school finishes يعني المدرسة تنتهي at 1 o'clock ساعة الواحدة this week's English lesson يعني هذا الاسبوع لدرس الإنجليز درس الإنجليز يكون a poster project مشروع ملصق جداري about healthy food and drink حول الطعام والشراب الصحي for the lesson pupils need يعني الدرس الأولاد يحتاجون big pieces of paper قطع كبيرة من الورق scissors مقاص glue summer and crayons والاصباغ الشمعية والذينا في الأسفل activity c look, say, cover, write, check يعني انظر وقل وغطي وأكتب وأفحص أو اختبرها فهنا الطلاب يكتبون and طبعا يكتبون هنا في write 3 طبعا write 1 تكون كتبوه في درس و write 2 أيضا في درس آخر write 3 أنت معناها عم أوخالة ain't cool عم أوخال easy معناها سهل interesting ممتع عندي وطن ظلت بس أشتاقها ويا عذا ممتع حرموني منه الماء يرحمون ممتع أمني أرجع لكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر